الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فقد جعل الله عز وجل لكل شيء سببا وأجرى سبحانه وتعالى المسببات على أسبابها فمن جد وجد ومن اجتهد نجح ومن ضاع حصد ومن لم يكتهد لم ينجح ومن لم يزاع فمن أين له أن يحصد سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ويقول سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور جعل السبب هنا فامشوا في مناكبها كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله عز وجل حق التوكلي لا أزقكم كما يرزق الطيعة تغدو خماصا وطروح بطانة أي تذهب في الصباح بحسا عن أزاقها خماصا أي جائعة وتعود في نهاية اليوم بطانا وقد من الله عليها برزقها بعد أن أخذت بالأسباب ويقول الشاعر ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزعة تصاقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب مريم عليه السلام في هذا الوقت كانت نفساء في أصار ألام المخاض فماذا تصنع مرأة ضعيفة بجزع نخلة بل ماذا يصنع الرجال الأقوياء بجزع نخلة ولو شاء ربك أن يأتيها رزقها على طبق من ذهب لفعل فالذي أصمر الجزع الجاف كان قادرا على أن يؤتيها برزقها أن شاءت كما كانت تقول لزكريا عليه السلام هو من عند الله ولكن الله عز وجل علمنا الأغذى بالأسباب هزي الأمطاء أن الله قال لمريم وهزي إليك الجزعة تصاقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سببه وعندما أمر أبو العزة سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحد لم يقل إبراهيم أين أؤذن ولا بشر وماذا يصنع الأزان في هذا الوادي وفي هذه الصحراء حيث لا بشر ولا إنس أذن يا إبراهيم وعلى الله البلاغ وسيحمل الله نداءك إلى العالمين إلى يوم القيامة وعندما جاء أحد الناس إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يتحدث عن ناقته أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل أعقلها أي أقيدها وأطلقها أتركها بدون قيد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل أي خز بالأزباب ثم بعد ذلك توكل على الله عز وجل وكان سيدنا عمر بن الخطابي رضي الله عنه يقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علمتم أن السماء لا تمطر جهبا ولا فضة ولما مر على قوم لا يعملون قال لهم من أنتم قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتكلون فرق بين التوكل والتواكل التوكل هو أن تأخذ بالأزباب ليس بالأزباب فحسب بل أن تأخذ بأقصى الأسباب وأعلى الأسباب وبأعلى همة ثم تفوض الأمر في النتائج إلى الله عز وجل كالطالب يزاكر ويكتهد ويبذل أقصى الطاقة وأقصى الوسح ثم يسأل الله عز وجل التوفيق وكالف اللاع يأخذ بالأزباب فيجهز الأرض ويرعاها وينظفها من الحشائش ويعتني برد في مواعيده وبالأساليب العلمية ثم يفوض الأمر في العطاء إلى الله عز وجل وإذا قال لهم سيدنا عمر بن الخطاب من أنتم قالوا نحن المتوكلون قال بل أنتم المتكلون لأنهم كانوا لا يعملون المتوكل رجل ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله أي عمل وأخذ بالأسباب ثم توكل على الله فالتوكل الحقيقي هو أن تأخذ بأقصى الأسباب ثم تفوض النتائج لله عز وجل أما إذا تكاسل الإنسان وتقاعس ولم يعمل فهذا هو التواكل وهذا ما عفضه سيدنا عمر واستنقاه على من كانوا يفعلون ذلك وقال لهم أنتم المتكلون ديننا دين العمل ديننا دين الأغز بالأسباب ديننا دين عمارة الكود فالدين فن صناعة الحياة وليس فن صناعة الموت دونا عمارة الدنيا بالدين وليس تخريب الدنيا باسم الدين أو التقاعس عن عمارتها باسم الدين فالدين يبني ويعمر لا يهدم ولا يخرب ولا يعرف البطالة ولا الكسل ولا التقاعس نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علو والهمة في أمر ديننا وفي أمر دنيانا وأن يرزقنا حسن الفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته